شاركت مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية الذي يعقد ضمن اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيورك بهدف مناقشة إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز الدعوة بشأن زيادة التمويل المناخي للدول النامية وخلال كلمة مصر التي ألقتها وزيرة التعاون الدولية تم التأكيد على ضرورة معالجة قضية التمويل العادل للتنمية من خلال عدد من التوصيات من أهمها ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على التمويل العادل ومعالجة التحيز في عملية الوصول إلى التمويل والقدرة على تحمل التكليف وتخصيص الموارد اللازمة للتغلب على التحديات المتعلقة بعدم كفاية التمويل وتوزيع التمولات بقطاعي التخفيف والتكيف مع المتغيرات المناخية كما أكدت على ضرورة استكشاف أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة ديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود